السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجميع الاخوة والاخوات المتابعين على القناة قناتكم في صحفي هذا الفيديو الجديد ودائما في اطار سياسة ديال هذا النظام سياسة التي تعتمد فقط على الجوسسة والتابوليسيت سواء يعني في التعامل مع الدول سواء في التعامل مع المواطن في جميع النهوج يعني قد قد دولة لدولة والنظام اللي هو نظام كتلقى انه يحسن التعامل كل حاجة كيحطى في اطار دياله ما يمكنش يعني العقلية البوليسية كتحطها انتايا فيما هو اقتصادي ما يمكنش العقلية البوليسية كتحطها في التعامل ديبلوماسي ديالك مع دول اخرى ما يمكنش مثلا قضية ديال الصحراء كتخدم بها تابوليسيت احنا في المدرنا نسمع عن فضائح الجوسسة والجواسيس المغاربة الذين ينشرهم النظام في كل حدب وصوب ما عنده الشيح الاخر يشتري الجواسيس او يبعث الجواسيس ثم يشتري تصريحات لتلمع صورة النظام صورة المغرب توهم المغاربة اننا يعني وصلنا ان الدول الغربية والمتقدمة تعترف بانجازات في حين كتلقى هات التصريحات فقط تم شراؤها واحد مية وخمسين الفورو مية وستين الفورو يعني كما حصل مؤخرا مع اه الخابشي فهذا الخبر ديال اليوم هو خبر يتكلم على ان فرنسا رفضت منح تصريح ديال اسرار الدفاع لعنصر من المخابرات الفرنسية بمبرر علاقاته مع المغرب فهذا واحد العنصر ديال المخابرات الفرنسية ما حددوش الرتبة دياله في المقال اللي كانت قريته سابقا لكن هنا في البيسي ما تيبنش يعني نخص تخلص باش تشرح بحكم علاقاته مع المغرب فكاي الناس الذين يقولون ان اذا كان المغرب تمكن من الوصول الى عنصر في المخابرات الفرنسية وسخره وكذا وكذا فهذا انجاز يحتسب للمغرب وكاي الناس يقول لك بما ان المغرب يعني تمكن من التجسس على رئيس ماكرون وعلى الرئيس سانشيز فهذا يعتبر انجازا بالنسبة للمغرب ودليل على قوة المخابرات المغربية فاخص الناس اللي يعرفوا ودائما لماذا اكررنا القضية ديال ان سواء الجيش وللامن وللدرك وللمخابرات المغربية من اسسها فرنسا اسرائيل وامريكا فلاش كان كرره بش يفهم بنادم ان ما يمكنش واحد الدولة هي التي اسست هذا الجهاز ديال المخابرات المغربية وانه يكون بعيد المنال على اليد ديالها فربما يعني هذا السيد وصلت له المخابرات للمغربية هذا العنصر ديال المخابرات الفرنسية وصلت له المخابرات المغربية وحاولت انها تستخدمه ولكن يعني بما انه عنصر في المخابرات المغربية الفرنسية هذا لا يعني أنه يتحكم في الجهاز ولا أن الجهاز ديال المخابرات الفرنسية لا يراقبه ربما كيراقب العلاقات دياله ويقدر يكونوا كيراقبه من داخل المغربين لأن المخابرات المغربية بجميع أسرارها فهي كتاب مفتوح أمام المخابرات الفرنسية ولا خير دليل على ذلك يعني هو يعني الفضائح ديال كريس كولمان الذي سرب يعني حشرات الآلاف من الوتائق اللي هي حساسة خاصة بالمخابرات المغربية على الأنترنت يعني ففرنسا على الطلاع وتستعمل كل شيء في وقت محدد ولا حسب مصالحها فهذا العنصر المخابرات الفرنسي تتشوفه تترقبه مخليه في التعامل لكن عندما وصل لأنه بغير يوصل أسرار ارتفاع ديال دولا قلت له رحنا عارفين بلانتا على علاقتين مع المغرب ماشي معنى أن دولا أجنبية تترك يعني المخبرين المغاربة يعني يرتعون يعني فوق ترابها أنها ما شايفهمش ولا أنها ما عارفهمش وهذا دليل على الغباء ديال من يعتقد أن المخابرات المغربية تجاوزت المخابرات الأمريكية وتجاوزت المخابرات الفرنسية وتجاوزت المخابرات الإسبانية يعني فش يعني احتاج أنه يصل أسرار الدولة قلو ستبح باستمع رحنا عارفينك منذ مدة ونحن نراقب علاقاتك المشبوهة مع المغرب فهذه وحدة من بزاف وهنا لدينا واحد الخبر يتكلم يعني بعد أقل من أسبوعين يعني هذا في إطار الرد من أسبوعين من صدور قرار البرلمان الأوروبي يضع المغرب على قائمة الذي يضع المغرب على قائمة الدول التي تدخل في شؤونه بدأت كواليسه تخرج إلى العالم حيث كشف البرلمان الأوروبي ثيري مارياني أن القرار قدمته صديقة مقربة من الرئيس الحالي إيمانيو المكرو هذا في إطار الترويج على أن إيمانيو المكرون هو من كان خلف القرار ديال الاتحاد الأوروبي كي يضع المغرب في قائمة الدول التي تتدخل في شؤون الأوروبية واحتوى إن صح هذا القرار فهل هذا الكلام غير صحيح أن المغرب لا يحاول التدخل في شؤون الأوروبية أو أن يجني مكاسب معينة يلمع بها النظام ويلمع صورة النظام ويطيل عمر النظام ويزيد سوق داخل المغرب على أن السياسة الخارجية والسياسة والديبلوماسية الحكيمة صاحب الجلالة والنبوريطية وكذا في حين كتلقى أن جميع هذه الأصوات يعني هي أصوات مشرية منها هذا البرلماني الأوروبي تيري مارياني اللي خارج كي يدافع عن المغربين ربما يعني كتكون تختلف مع القرار ديالاتحاد الأوروبي ولا هذا مش مشكل كي يكون هذا الرأي لكن من كتقرأ المقال وكتشوف تصريح دياله والهجل التي تكلم بها يتبينوا أن هناك شيئا ما هو اللي يدافعوا أن يخرج بهتصريح هذا وأوضح مارياني في تصريحين لجريدة الشروق نيوز 24 إلكترونية أن نواب حزب تجمع الوطني البرلماني الأوروبي اعترضوا بالطبع على هذا القرار الذي قدمته ناطالي لوزاو لوازو ناطالي لوازو اللي هي كي يقولوا أنها مقربة من الرئيس ماكرون زي ما الرئيس ماكرون هو اللي يدفعها يعني كي تتحرش بالمغرب في هذا الإطار هذا إحدى صديقات إيمانويل ماكرون داخل هذه الهيئة قارنت لوزاو ما يقوم به المغرب مع ما تقوم به قطر وتركيا في إهانة جديدة يقترفها المقربون من إيمانويل ماكرون ضد المملكة يعني فنقدر نخبر كل شيء فيما يقوله لكن هذه اللهجة هذه في إهانة جديدة يقترفها المقربون من ماكرون ضد المملكة فهذه الهجاة مخزانية فهذا الصيد هذا اللي كيقول تيري مارياني اللي كيقول هاد الهضرة فهنا كي يبين أنه منك يعطوك وتقرأه حاول أنك ما تبناش لغة معروفة أنها لغة المخزن أنها لغة المخابرات يتبنها العياشة يتبنها العديد من المواطنون الجهلاء لكن من أنك تكون أنك برلماني أوروبي حاول أنك تسوق لدك شيء اللي كتكون مدفوع بش تسوق له على الأقل لا تتبنى دك السكريبت حرفيا كما هو كما مكتوب كي تختلف الرؤى والناس اللي كيخرجوا مثلا يقول لك أن ماكرون يعني يدفع أصدقائه للتحرش بالمغرب فهما كي يتبنوا هذا التصريح هذا هذه الرواية هذه بناء على القاضية دي أن ماكرون يدفع بأصدقائه للتحرش على المغرب من صرح بها صرح بها طهر بن جلون ولكن كي يخذوا هذه الرواية هذه لأنها فعلاش هي في صالح النظام لكن في نفس التصريح دي الطهر بن جلون كان قال بأن إيمانويل ماكرون عندما اتصل بملك المغرب في القاضية دي بيغاسوس يعني سأله فناد الملك تيحلف له قال له وبشرفي أنني لم أتجسس عليك فقالنا الطهر بن جلون بأن ماكرون قال الملك شرفك يعني كلمات كيديرو البيب في جميع الكلمات أنه سبى الملكة وأهانه لكي يقول لك اللي واخدين هذه الرواية أو تصريح دي بن جلون ما واخدينه كامل كي يقول لك لا هديك ما يمكن شحيدنا هذا الجزء من تصريح دي بن جلون ورنا فقط الجهة اللي قال فيها بن جلون أنه ماكرون يتحرشوا بالمملكة ما أرى الناس مدفوعين فقط من أجل أن يظلموا هاد المملكة وهاد المالك وهاد المخابرات المغربية فإلى قلنا أن أيضا فرنسا تمكنت من الإدلاء ببعض نقوله إلا كانت هي خلف هذه الأمور نمشي وحنا في الطرح ديال راه هي من خلف هذه الأمور يعني أدلت ببعض الوثائق التي تدين المغرب أولا كي يبيل لك أن المخابرات المغربية متورطة أو ثانيا كي يبيل لك أن المخابرات الفرنسية لديها العديد من الأدلة والوثائق التي تدين المخابرات المغربية يعني هذا ما يعني أنها متحكمة ومطلعة أو كالطل من الشرجم وأيضا القضية دية التجسس على الرئيس دية الفرنسا لا تعتبروا أنها قوة من المغرب ضد فرنسا لأنها لم تغير شيئا في الموقف الفرنسي تجاه المغرب ولم تضعفه بل أزمت الوضعية وجعلت فرنسا تعاقب المغرب على عديد من المستويات مع الحفاظ على مصالحها الاقتصادية داخل المغرب فكن نذكر كلنا الأزمة دية الفيزات والعديد من الأشياء إذا قلنا أن المغرب تجسس على الرئيس الفرنسي على مسؤولين فرنسيين فهو كان يستعمل برنامجا إسرائيليا يعني هالتجسس الذي تجسسه المغرب يعني سواء عن دراية ولا عن غير دراية فهو تجسس لصالح إسرائيل ولكن إسرائيل لم تورت نفسها الحكومة الإسرائيلية لم تورت نفسها بشكل مباشر في التجسس كيقولوا أن الشركة إسرائيلية شركة خاصة ما عندها علاقة بالحكومة وهذا أمر ما يمكنش يكون ولكن قانونيا أحنا بعادين شكل المورط هي المخابرات المغربية يعني فين غانمشي وغانمشي عند المخابرات المغربية اللي بغى سخونة وبغى تبين أنها قوية هكيها واحد اللوجيسيال تجسسي واستمتعي وتلاعبي وعندما تقع العقوبات ستقع على المغرب وعندما سيهاجم دولة ما سيهاجم المغرب يعني هاتش اللي كي يتجنب البعض أن يطرحه وأن يدقق فيه بشي وضح أن المخابرات لأنشأتها دولة فرنسا وإسرائيل وأمريكا لن تكون إلا في خدمات إسرائيل وفرنسا وأمريكا يعني الأجهزة التي تم إنشاؤها من طرف هذه الدول فهي عبارة عن بوليسي في المنطقة ولذلك كنشوف أن العقلية البوليسية المخزانية يستعملها جميع السياسيون لهم فعلا متحكمون على المستوى الداخلي على المستوى الخارجي في تعاملهم مع المواطن المغربي في تعاملاتهم الاقتصادية وفي كل شؤون الدولة وعلى جميع الأصعيدة في المجال الديني في المجال الرياضي في أي مجال من المجالات كتلقى بوليسي ساكلهم في الضماغ هذا الزروط ديالو أنت دير أنت مديرش أنت قلتين أنت ما تقولتين أنت مزيان أنت مزيانش ولا توجد هناك حرية للتعبير في أي مجال من المجالات دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قادم السلام عليكم